ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الشيخ علي محمد بارويس مفتي عدن السلام عليكم فضلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم فضلة الشيخ ونحن نناقش اليوم موضوع العنصرية بكافة اتجاهاتها وأبعادها سؤالي ما العنصرية من منظور ديني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلاه بعد لا شك أن العنصرية من المنبورة الديني نعم أنها من أعظم أسباب الفتن والحروب والاختلاف ولذلك جاء الإسلام بإرطالها نعم وعدها من أمور الجاهلية ولو تأمل الإنسان في خطابات الشرع الكتابي والسنة فإنهم يقاطب الناس عجمعين يا أيها الناس خطاب لبني آدم يا بني آدم فالخطابات الشرعية كلها تساوي بين الناس في الحقوق والواجبات وتعدل بين الناس تعمل بالعدل والإسلام لا شك أنه في خطاباته الشرعية في الكتاب والسنة كلها تدل على نبل العنصرية وأن التفاضل لا يكون على المعاني التي يتفاضل بها الناس من اللون أو العرق أو اللغة أو ما لا اختيار لهم فيه بل عد التفاضل في ما لهم فيه اختيار قال الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانتا وجعلناكم شعوبا وقبائر لك عارفوا إن أكرمكم عند الله أدقاكم إن الله أعلم خبير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أعضم مجمع خاطب الناس بخطاب شرعي واضح فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى فالإسلام جاء بخطاب يخاطب الناس بشيء واحد وهو أنهم جميعا متساول لا يتفاضلون باللون والعرق ولا باللغة ولا بالجنس وما لا اختيار لهم فيه وطبق ذلك عن نبيجا يعني كان الإسلام جاء إلى أمة عربية جاهلية قد قسموا أنفسهم إلى أجناس وقبائم وطوائف تفرق بين الألوان والجهات وغيرها فنبذ الإسلام ذلك وعد هذا من شعار الجاهلية وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن الله قد آدى بعنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالأباء كلكم لآدم وآدم تراب وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الأخر وليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية وكذلك التطبيق العملي لهذا الدين بل عليه فقد آخر نبي صلى الله عليه وسلم من الأمهجية والعنصار وتآخر بين كذلك بين الأحرار والعديد فتآخروا بل وزوج بعضهم بعضا فتزوج مثلا فاطم بن تقيس وهي قراشية مخزومية بأسامة بن زيد وهو عتيق نعم وكذلك زوج دبي صلى الله عليه وسلم زيد وهو عتيق زيد بن حارفة من زين بن تجحش وهي بنت عمته صلى الله عليه وسلم وكذلك بلال تزوج من بني زهر أخت عبد الرحمن بن عوف وكذا فالإسلام في الحقيقة جاء بالمساوات بين الناس وعمر بالعدي بينهم ونهى عن الظلم معدى من أعظم الظلم أن الإنسان ينظر إلى غيره في الزراء قال الله جل وعلي هاي الذين عامنوا لا يسترطون من القوم أتى يكونوا خيرا منه ولا يسترطون النساء أتى يكونوا خيرا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن الشر أن يحترى أخاه المسلم نعم فضلة الشيخ ولو قطعتك فضلة الشيخ لعل الحادثة التي صارت بين الصحفي أبو ذر الغفاري وبلال بن رباح لا دليل واضح على نبذة العنصرية بين المسلمين بين الإخوة عندما قال له يا ابن السوداء وبعدين نعتذر منه يعني القصة التي يعرفها الجميع أثار العنصرية فضلة الشيخ أثار العنصرية إذا يعني ناقشناها من أيضا من منظور ديني وأخلاقي إذا نحن اليوم يعني مارسنا العنصرية بيننا البين كيف سيكون آثارها وكيف ستكون نتائجها دينيا وأخلاقيا تفضل لا شك أن آثارها مدمرة أولا أنها يعني لا شك أنها تؤدي هي من أعظم أسباب الفتن والاختلاف ووجود الأحقاد بين الناس وبين الطبقات وبين الأعراق وبين الألوان وبين العيب ذلك ففيها أولا فيها منذة من ذلك أيضا الآثرة فيظن أن صاحب العرق واللولي أو من كان فيه عنصرية أنه يستحق أكثر من غيره نعم من حيث الولايات ومن حيث المال ومن حيث العطاء ومن حيث ذلك فيظن له تطرير أكثر من ذلك وهذا يؤدي إلى شكل الظلم والظلم ظلماتي أو الكيامة فلا يجوز الإنسان يظلم أحدا فإذا كان الإسلام لا عن الظلم مطلقة ليس فقط بين المسلمين بل حتى لا يجوز ظلم الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجيد كما في حجيد المعاد أنه قال انتق دعوة المملوم لو كان كافرا وهذا الحجير صحيح ودل على أن الله عزيزي أمر بالعدل فالظلم يعتبر ثم بعد ذلك من آتاره أن يحصل بين الناس التحاقد والتحاسد ويؤدي كذلك إلى التتال والفتن والفروب وكل هذا كلها من أسباب فموضوع عنصرية أو الطبقية أو النظرة الدولية للآخرين تفضي إلى مفاسد كبيرة جدا في حياة الناس وفي معاشهم وفي أمورهم يميعها نعم فضلت الشاق في الوقت الذي بدأت فيه يعني الحواجز هذه والعنصرية والطبقية تزول جاءت الجماعة الحوثية لتعززها من جديد طبعا بشكل مريب بدءا من ابن رسول الله مرورا بالقنديل إلى القبيل إلى الزنبيل إلى أحفاد بلال ما أثر ذلك على المجتمع اليمني الذي إحنا اليوم جزء من هذا المجتمع لا شك أن هذا كله من أثر يعني العنصرية إذا كانت لمعاني دوليوية بحتها فهي مذبوبة شرعة بلا شك نعم لو كانت لمعاني دوليوية كما يعتقد بعض الناس أن له حق أن يحكم الناس كذا مطلقا أو أن يأمرهم وينهاءهم أو أن يستعتر بمالهم هذا أو النظرة إليهم بزدراء أو غير ذلك هذا كانت لمعنى دوليوية فقط فكيف إذا لبست لدوص شرعية لأنه يزعى مخوتي أنه بذلك أنه عنده نصوص شرعية تجعله لحق الإصطفاء مثلا الإصطفاء والاختيار فيرى أنه يكون أنه أحق بالملك دون الناس أحق بالولاية وأحق بأن ينسى عليه المال وأحق بالطاعة والاتباع وأحق حتى بالعلم والانتفاع وكل هذا يعني شرف ذلك يطول وهذا لا شك أنها بديت يعني أنها نصب للشرع ما ليس منه فهذا يعتبر من الجناية على الشرع أن ينسب له إلى الله وإلى رسوله كلاما باطرا فحاش الله جل وعلا وحاش رسوله أن ينسب إليه الظلم وينسب إليه هذه العصورية البغيظة التي دمرت المجتمع وقادته إلى هذا المستوى من الحضير إلى هذا المستوى المخفض من ذلك من الظلم والتعدي على أنفس الناس وأبوالهم وعراضهم بل وحتى على مقاماتهم ومازلهم نعم فضلة الشيخ عنصرية الحوثي كثيرة جدا ومتشاعبة وكثيرة انتهاء بفرض الخمس ومدونة السلوك الوظيفي والحق الإلهي كما تتركت فضلتكم إليه أيضا باقي الخزعبلات التي يتشدقون بها إلى أي مدى أيضا أن يؤثر هذا علينا جميعا في بلادنا اليمن هو أثرها إن شاء الله سيكون إن شاء الله ليس طويلة لأنه يبدأ وعي الناس تتكشف الحقائق وتظهر الأمور ولم يعود الناس في الجهل بحيث أنهم لا يعلمون حقائق الأمور ففي الحقيقة أن هذا يسرع بنهايتهم أكثر من أولا نهاية الفكرة نهاية الفكرة ومعرفة لأنها تظهر أثارها وتظهر بعد ذلك عوارها ويظهر كذلك خطرها والوعي هو بداية النهاية دائما إذا وعى الناس بحقائق الأمور وعرضوا أولا أن دين الله عز وجل البريد من ذلك وهذا أمر مهام لأنهم بنوا هذا على شبه شرعية وليس حقيقة وإذا تبين للناس هذا فإنه يزول إن شاء الله أولا من قناعة الناس ثم بعد ذلك التطبيق النظري أو التطبيق العملي لأقوالهم لأنهم أصبحوا الآن يبلكون من الأمر شيء كثير ويسيطروا على مراطب كثيرة وتطبيقهم العملي أن يظهر حقيقتهم ويظهر أن ما زعمه ليس حقا بل باطلة فهذا كله إن شاء الله يذهب ويزول بوعي الناس أولا ثم بعد ذلك بمعرفة حقيقة أمرهم وأن أمرهم يقول إلى تقسيم المجتمع إلى إضعافه إلى إفقاله إلى إذهاب مقوماته إلى إذهاب الروح التي يجتبع الناس عليها من التآلف والمحبة وإلى أيضا إلى ذهاب المعنى الحقيقي للإسلام والأخوة الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها الشيخ علي بارويس في نهاية هذه المداخلة من برنامج اتجاهات قناة عدن الفضائية هل من كلمة أو رسالة تود أن ترسلها لجمهور قناة عدن لأسادة المشاهدين الكرام تفضل في الحقيقة هذه مصيحتي لنفسي وليقوة الأجمعين هو أن نتمسك بمبادئ هذا الدين العظيم وأن نعرض قدر ما أنعم الله عز وجل عليه بنا من نعمة الإسلام ومن نعمة الأخوة ومن نعمة المحبة والتعالف والتواد فهذه من أعظم النعم التي يجب أن نحافظ عليها وأن نعرف قدرها وأن يسود بيننا الإيمان والمحبة والأخوة والمساواة والعدل وأننا أصحاب قضية عادلة وهي دعوة الناس ودعوة هؤلاء الذين ظلوا عن الطريق بالرجوع إلى السواعي الطريق وإلى كذلك نذي كل أسباب الاختلاف والفرقة والاقتتال والاقتتال وأن شاء الله عز وجل يعني عم بلادنا وملادنا المسلمين بالأمن والاستقرار والازدهار إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أمين الشيخ علي بارويس مفتي عدن كنت معنا في إثراء جميل عن آفة العنصرية من برنامج اتجاهات قناة عدن الفضائية إلى لقاءات أخرى إن شاء الله لزاكم الله الفخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة